السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وفاء من قناة وفاء ردوي اوفيسيال كنتمنى كلكم تكونوا بألف ألف خير وتكونوا بصحة جيدة كما تعودتوا لي دائما أي حاجة كتستحق أنني نحطها لكم في القناة وكتكون ناجحة مية في المية وكتستهل أنكم تجربوها كنشاركها معكم اليوم أبغيت نشارك معكم هاتشيز كيك أو تحلية باردة اللي ما كتحتاج للفران لوالو كيجي هاتشيز كيك أكتر من رائع وبما ذاك لا يقاوم خليكم مع الفيديو حتى الأخير غادي نعطيكم المقادر ونعطيكم الطريقة كنتمنى من الناس لأول مرة كتشاهد القناة تقابونا معايا يعني يضغطوا على الزر الأحمر اللي كينلتحت باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي خليكم مع الفيديو حتى الأخير البيسكوي البنات اللي غنديرو كطبقة أولى أي بيسكوي متوفر عندكم يمكن لكم تخدموه به أي واحد أي نوع صابلي ولا هيرنس المهم كان أخضو ميتين وخمسين جرام من البيسكوي هاتش اللي بغيت نوصل لكم أنا البنات اختارت هذا هذا هو اللي غدي نخدم به وهو اللي غدي يكون الطبقة الأولى غدي نحتاج لها ميتين وخمسين جرام ديال بيسكوي أي بيسكوي كيمت لكم النوع اللي بغيتو و جوج معالق ديال الزبدة تكون من النوع الجيد يعني أي ماركة بغيتو غي تكون من النوع الجيد غدي ندوز ندوب الزبدة ونهرس هذا ونطلقه كما كتشوف هايا هناخد قياس جوج معالق ديال الزبدة أبعد جوج معالق الزبدة ونضيف الزبدة الويسكوي ونضيف 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 محشة ثق كما تشاهدوا معي بعد ما طحنت هذا البيسكويت ولا أرجع على شكل بودر سنضيف في ذلك الزبدة كما تشاهدوا معي و سنحاول ندخلها كاملة في ذلك البيسكويت كما تشاهدوا معي و سنضيف الطبقة تكون شادة مع بعضها سنستمر بحالها كحتي واللي كي تعجل لي ذلك البيسكويت و من بعد سنأخذ المول اللي سندخله المجمد و سنوضع فيه ذلك البيسكويت و سنحاول نمشيها للمول كامل مهم انا خدمت غير بادي يمكن لكم تخدموا بالمعلقة باش كي يجي مسرح اكتر او لا بسفاتي حتى هو كي يجي مسرح مي انا خدمت غير بادي حاولت نقعدو بادي مزيان حتى سرحتو على ذلك الطبقة الاولى جيدا كما تشاهدوا معي بقيت معاها حتى قديتها و من بعد سنضخله للمجمد باش يقبط فراسه و سنضغر بالنسبة للطبقة الثانية سوف نحتاج لها 250 جرام ماسكاربون و سوف نحتاج ثلاثة المعالقة حليب مركز محلة لاننا لا نستطيع قعز سكر و سوف نحتاج 250 جرام كرام فخيش و واحد شوية الفرامبوز او الفخيز انا اختارت الفرامبوز و مرة اختار الفرامبوز و هو اللي يتوفر عندي حاليا نضغط الكريمة سوف نتضغط الكريمة و نضغط هذا الماسكاربون نضغط كبير سوف نضغط هذا المنهالق هذا يجب أن يضع المعضة رائع بعد أن تضع المعضة في المركز المحلة سوف نضع المعضة بالباتور سوف نضع المعضة سوف نضع المعضة سوف نضع المعضة في المجمد حتى أردت المعضة نضع المعضة المعضة تحضر المعضة يجب أن أصبح المعضة يجب أن يضع المعضة نضيف تدريجين الكريم ثم نضيف قياس دقيقة نضربه بالبطر لا تخافه لا تهبط لا تهبط ثم نضيف الكريم نضيف البيسكوين لأنه يقبط وضع الكريم ونضيف في فخمبوز لنضيف طبعا نغطي الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة لنضيف الكريمة بداخل الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة اضع الفرنبوز اضع الماء اضع الماء اضع الماء نغلي حتى نضيف نكرة من الفرنبوز يمكنك ان نضيف الفرنبوز كنجولة نجد الفرنبوز من الداخل ويجعل فرمبوز على الهرب فغلاء للفرمبوز اضع المغلاء اضع المغلاء اضع المغلاء اضع المغلاء بعد اضع المغلاء اضع المغلاء اضع المغلاء فوق العافية درس معلقة ديال النكهة الفاني واحد الورقة ديال الجيلاتين وغادي نردو حتى الدوبلي ديال الوريقة ديال الجيلاتين وعد غادي نخليه على جنب حتى يقول لي غي بحلي لا دافي يعني مايبقاش في ديال الحرارة ديالو باش نخويه فوق تشيز كيك ديالنا ولا يدوبلينا للا كريم ولا يهبطلينا اه خسو يكون الحرارة ديالو معتادلة يعني ماشي سخون وماشي بارد اولا خلينا حتى برد وعدلنا غايكون بدكي تجمد لك شعلش خسو يكون دافي وننكبو غنستمر بحلاكة اه هنية كان طفيت عليه وكان غي دافي من بعد خرجت لقاطه من التلاجة وكان بقي مجمدش ليم زيان ولكن مشي مشكل اه بديك الكريمة بالزربة وعودت رجعتو الكنجيلاتور باش يشد فراسو كيما كتشوفو معايا اه طافي جعلها تشكل وغادي ندخلو يبقى ست ساعت قريبا انا بات مجمدش ليم زيان من المجمدش ويكون جامد مزيان على حقه وطريقه اه شفتو هرا هنا يكون تخرج شو يعني جمد مزيان وخيطيتو الوقت دياله في الكنجيلاتور واللي بغا يدير بحالي هو يحضره في الليل والصباح كيكون واجد اه انا وجدتو معدك جويه الربعة بحال هاكاك ما يخليتو حتى اللغد ليه كان واجد هنا غادي نحاول نحيد لي هدك المول دياله غيب شوية لو انه جامد بزاف ونرغمال مو كان سخن شوية هدك المول من جناب ولكن محتاجيتش غيش دغيات لقى راسه وحيت لي هدك المول دياله وخديت هدك الكرام اللي خليت هلا غادي نزوق بيها غادي اه بالنسبة لتزيين كي يبقع على حسب الرغبة ديالكم ولا حسب شنو توفر عندكم باش تزوقوا يمكن لكم تديروا بحالي هد الوريدات وتديروا الفخنبوز يمكن لكم تديروا غير الفخنبوز من الوسط او للجنب ومعا وحد الوريقات دير النعناع او للحبق اللي متوفر عندكم واللي ما عندوش يدير غشوية شكلات بيد ويزوق به واللي بغا يدير الكولي ويخلي فيدوك الحبات ديال الفخنبوز حتى هو كيجي رائع المهم تزيينع على حسب الرغبة ديالكم ولا حسب شنو متوفر عندكم غنستمر انا بحال هكا حتى نكمل الزيان ديال هاد شيز كيك جاغ غزال بزف بزف والله لعدم غير جربوه ما غديش تندموه وكنتمنى هنا الاعجاب ديالكم كيما كتشوفوا معايا انا كان جامد مزيان وقدمتو على هاتشكل اه نحاول نقطع باش نوريكم كيفاش جامل داخل كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وينال استحسان ديالكم وتجربو الوصفة وتصدق معاكم ان شاء الله اه بغي ما تنساونيش من لايك ديالكم وبارتاجيوا الفيديو بشيوصل اعلى نسبة من المشاهدة وشكرا على تتبعكم استودعوكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة انطقرز